شاب صالح يعمل طبيبه ذهب إلى المستشفى ليزور أستاذه وبعد أن اطمأن على معلمه ذهب لزيارة باقي المرضى ويدعو لهم بالشفاء وأثناء ذلك فوجئ برجل كبير السن يصرخ ويتألم ألما شديدا فنظر إليه طويلة وأخبرته الممرضة أن هذا الرجل في المستشفى منذ عام وهو لا ينام الليل من الألم وكثيرا ما حاول الانتحار ثم سألت الشاب إن كان يعرفه فقال لها أعرفه جيدا لقد تسبب هذا الرجل بظلمه في وفاة أبي ومغادرة وأسرة المدينة التي ولدنا فيها فقد شاهد زورا وأقسم اليمين على أن والدي باع له مسكنا بعد أن زور كل الأوراق وعندما طلب منه أبي أن يراجع نفسه وذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب سخر منه فمرض أبي ثم مات ولأن أبي كان تقيا فقد تكفر الله بي وأسرتي بعد ذهابنا لجد بالقرية ولكن طوال السنوات الخمس ونحن نقول كل ما تذكرناه حسبنا الله ونعم الوكيل وبعد دقائق ذهب الطبيب الشاب إلى المريض الظالم الذي يعالج من الضغط والسكر وتسمم الدم وتلف الكبد والكلة وغير ذلك وحين شاهد الشاب عرفه ثم بكى وقال له أعرف أنني ظلمتك وأسرتك وتسببت في موت والدك وأنني لم أرحم أي إنسان قاومني أو تجرأ علي ومنذ عامين طلبت من أبنائي أن يعيدوا الحقوق التي اغتصدتها إلى أصحابها ولكنهم رفضوا واستغلوا مرضي وألقوا به هنا وها أنا أتمنى الموت ولا أجده إنما أعانيه اليوم عذاب الله بعدما عذبت كثير من الأبرياء لقد أبقى الله عقري حاضرا لأتذكر وأندم وأبقى قلبي ينبض ليتحمل عذاب الدنيا بكى الشاب متأثرا ثم قال له عليك بالتوبة وسوف نذهب معا إلى كل من ظلمتهم ونطلب منهم العفو عنك استغفر رجل الله وأتاب إليه وخرج مع الشاب ليعتذر لأصحاب المظالم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما اشتركوا في القناة